ياو 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 فيديو اليوم هو أغرب الأماكن التي وجدوا في هالناس والفيديو فعلا غريب يعني في واحد لقوه جودة ينصور متخيلين الجنون يعني من الآخر رح تستغربوا من فيديو اليوم يعني كيف ناس ضايعب أماكن غريبة شو فيه وهالمسخر الحياة وشو لا تجنننا يا مزعجي طيب طيب ما رح جننكم و رح تعرفوا كل شي اوكي بس أولا لا تنسوا اللايك وثانيا مزعجي هنا وثالثا خش عليه واحد في عام 1969 سافر أبو شنب ميلة ماكلن لتصور فيلم وثائقي في غينية جديدة وطبعا الفيلم كان عن شخص مفقود اسمه مايكل روكر فيلار وصور الفيلم لشهور طويلة جدا وتعبوا ورجعوا لأمريكا بدون ما يشوفوا أي شيء ولو بسيط عن مايكل وطبعا على طول خزنوا الفيديوهات بالمخزن بس لحظة خلونا أحكي لكم كيف اختفى مايكل مايكل كان طالع بقارب مع صديقه وانطلب القارب فقرر مايكل انه يرجع للشاطئ سباحة يجيب المساعدة لصديقه ريني وازنغ اللي ما كان يعرف يسباح بس الشاطئ كان بعيد وخلال هالوقت اجت الانقاذ وانقذت ريني بس مايكل اختفى تماما وبعد الثلاث سنوات اعلنوا انه مات غرقا اعلنوا رسميا في كل مكان انه مات غرقا بس الواقع انه ما مات غرقا اللي صار انه وصل للشاطئ واجهوا رجال من قبيلة ما واخدوه معهم اخدوه يلعبوه لا طبعا اخدوه يتعشوا عليه ساووه بروست وبعد ما عرفنا انه صار بروست منرجع للفيلم الوثائقي تبع ابو شنب اللي تركوه من عام 1969 لعام 2011 وبعدين بدأوا يمنتجوه واثناء المونتاج كانوا عم يتفرجوا على اللقطات من الفيلم وشافوا هذا الشيء رجل ابيض بين الرجال القبيلة السمر لايكون هو لايكون لبروست وطلع فعلا لبروست المختفي طلع من ضم لقبائل غينيج جديدة والمشكلة انه صرفوا بلاوي بحثا عنه على الفاضي محشش والمشكلة الاكبر انه ما بدأوا يمنتجوه الفيلم لبعد التلاتين سنة فممكن هاي المرة يكون مات جد بس مات لانه صار عجوزة ما تعرفتم متعادية اثنين في عام 2015 ركاب طائرة سمعوا صوت قادم من ارضية الطائرة فاجت المضيفة وسمعت الصوت وخافت لانه كان صوت صرخات عالية فبسرعة لف الطيار وهبط هبوط الطراري واول ما هبطوا ركدوا مع الشرطة نحو ابواب الحقائب وهنا شافوا المفاجأة شافوا العجب لانه المفاجأة والعجب كانت انه اول ما فتحوا الابواب شافوا رجل خائف جوا وهذا الرجل هو ويلا جونيور رجل مبسيط بيشتغل بشحن الشرط بالطيارة واللي صار انه طلع نعسان ونايم عند الحقائب وطار الطيارة فيه فاول ما استيقظ شاف حاله بالسماء مع الشرط وارتعب وجن وبدأ يصرخ وطبعا الباقي معروف ضرب الارضية من تحت وصرخ وانتبهوا الركاب وبلا بلا 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 وبس سجنوا ويلا لفترة وبعدها طردوا من عمله نزل طيارة لانه ثلاثة عمال كان عم يشتغلوا بمطعم وسمعوا صوت بكاء من فتحات التهوية فاتصلوا بالدفاع المدني ولما اجوا شافوا رجل ينظروا اليهم كان مرعوب ومهموم ومتباهدقل فطالعوا هذه هي صورته الحقيقية عمره 48 واسمه روبرت توربيدي بس شو هي قصة روبرت توربيدي القصة انه روبرت جاب حبل وقرر يدخل من المدخنة للمطعم لكي يسرقه واثناء نزولهم قطع الحبل وسقط للارض وطلع ما في مخرج من المدخنة فاتباهدل وهنا بدأ يبكي وسمعوا صوته عم يبكي فطالعوا ومسكوا وسجنوا متباهدل ومسجون اربعة الاسباني لويجي ماركيز كان راكب بسفينة وسقط منها وضاع في البحر ولما ضاع فكروا غرق ومات لكن بعد ثلاث ايام رجع لويجي فسألوه وين كنت وقال انه بعد ما سقطه من السفينة بلعوه حوت 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 ضخم اصلي وقال انه هالفترة صار يأكل اسماك اكلهم الحوت لمدة ثلاث ايام حتى شو حتى اخرجوا الحوت عرفتوا كيف اخرجوا اكيد اخرجوا اه ما فهمتوا لسه ما فهمت يا ميكي اخرجوا اخرجوا خلاص لا تسألوا افهموا وهذه هي صورة لويجي لما رجع من بطن الحوت على اساس وعلى فكرة الكل كذبوه وعدد قليل جدا من الناس اللي صدقوه انا بالنسبة الي كذبته مثلا وانتو كتبولي وعلى فكرة مؤخرا كمان شخص اخر حطوا حوت احدب بفمه خلاه شوي بفمه وقفز من الماء وبسقه الى الحياة من جديد وهذه هي صورته بالمستشفى بعد البسقة تخيلوا انه كان طعمه سيء جدا 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 لدرجة انه حتى الحوت ما استحمل وبسقه كله شعر لانه خمسة في مطار تركيا فتحوا حقيبة احد المسافرين ووجدوا بداخلها بنت زوجته جوا الشنطة وهي هي صورتها تحت الاشعة كانت مهروسة المسكينة فبس بنت جوا شنطة غريب جدا ولا ما غريب جدا غريب جدا ستة رجل اسمه ويلي نظر من نافذته وشاف هي الكتلة الثلجية فطلع شوف شو هي بالضبط وتفاجأ طلعت الكتلة الثلجية عبارة عن بنت جيران المتجمدة اللي اسمها جين وعمرها تسطعشر سنة فبسرعة شالها وحطها بسيارته وانطلق نحو اقرب مستشفى وبالمستشفى اكد الطبيب انها متجمدة على الاخر وكأنها قطعة لحم محطوطة بالثلاجة بالضبط ففحصوا نبضها وكان منخفض وكأنه قلبها متوقف وعيونها متجمدة ما عم تتحرك فدفوها لساعات طويلة قدر الامكان وبعد ساعات وساعات من التدفئة عادت جين للحركة ولكأنه صار فيها شيء وعلى فكرة جين تعتبر واحدة من الحالات النادرة جدا في عالم الطب على فكرة يعني وعلى فكرة كمان اكد الجميع انه كان شكلها هيك الا شوي اميرة الثلج الحقيقية الا شوي سبعة في يوم من الايام سقطت شجرة في ايرلندا فوجدوا تحت الشجرة شيء خلى علماء الاثار يهتموا فيه وجدوا تحتها عظام بشرية لكن ايرن ييغر لا مو ايرن طمنوا مو ايرن طلعت عظام متفونة من اكثر من الف سنة وبالغالب هي عظام ولد من عائلة ثرية جدا وغالبا كان ولد سمين شرح وكيف مات الاعتقاد انه في شخص هاجموا بخنجر ليسرق امواله وفعلا سرقوا وقتله طبعا بعدها دفنوا تحت الشجرة وبعد الف سنة سقطت شجرة في ايرلندا وكشفت عن هذا الولد المسكين واخيرا في عام 2021 اب اخذ ابنه ريك في نزهة بمدينة برشلونة وفجأة شموا ريحة بشعة قادمة من ديناصور ديناصور لعبة له رائحة بشعة فشو ساوا الاب وابنه اول ما شموا الريحة؟ هل ابتعدوا؟ لا راحوا مباشرة لعند الديناصور وبدأوا يفتشوه ويشمشموه ويخبصوا فيه حتى وجدوا اقدام طالعة من قدمه فاتصلوا بالدفاع المدني ووجدوا الدفاع المدني واكدوا انه رجل ميت ومتعفن بداخل هذا الديناصور طلع الرجل عمصور بتلفونه واسقطه لداخل الديناصور فقفز الأهبل من الأعلى لجوه فأغمي عليه وعلق وظل هكذا حتى مات أغرب موته بصراحة كان لازم تكون بسرسلة أغرب الطرق اللي ماتوا فيها الناس من اللي اشتاء لهي السرسلة يكتب ليه وبس مع إيجاد الرجل بداخل ديناصور رجل بديناصور رجل بديناصور ننهي هذا الفيديو إن شاء الله يكون عجبكم وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه وإذا عجبكم لا تنسوا اللايك ولا تنسوا تكتبوا ليشو أكتر قصة غريبة كانت بهذا الفيديو أنا بالنسبة إلي الرجل اللي بديناصور رجل بديناصور رجل بديناصور غريب جداً كان بصراحة وأنتوا اكتبوا لي وبس خلوني ألبس النظارة وإنهي هذا الفيديو تمام شكراً لكم عن المشاهدة وحبكم جداً يو ومزاجي كان هنا كان على الكرسي مو بمكان غريب سلام أرجع أدعس كل فران اليوتيوب ما حد فيهم قد المازجوكا سي 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 وساب أنسف راسهم كله بالبازوكا يو